السلسلة ريدمي نوت 12 هذه المرة تأتي بمواصفات عالية وسعر كالعادة خرف سابقا استعرضنا أقوى هواتف هذه السلسلة ريدمي نوت 12 برو بلاس صراحة هاتف مميز بكل ما تعنيه من كلمة كما أن سعره خرف وهذا اللي يميز هواتف ريدمي فهي تقدم لك قيمة مقابل السعر حاليا رح نقدم لك مواصفات نسخة البرو لا تقل أهمية عن نسخة البلاس كما أن سعره مش طبيعي بالمر رح نتعرفه على مواصفاته الكاملة وسعره بالدولار وسعره بالدنار الجزائري وهل أنصحك بانتظار هذا الهاتف أم لا ولو من هذه اللحظة ننصحك تستنى هذه السلسلة باختصار شديد فإذا تريد شراء الهاتف بنسخته الصينية حاليا تجدون رابط شراء في الوصف سلام خوتي مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد معكم السعيد إن شاء الله تكونوا كاملوا بخير كالعادة لايك للفيديو وإذا كنت شاهد قناتي لأول مرة اشترك الآن فعلى جرس التنبيه باش توصلك كل الإشعارات والآن نبدو على بركة الله بداية هذه السلسلة تأتي بنفس التصميم لكن الاختلاف أن الريدمي نوت 12 و12 برو يأتيان بحواف مسطحة وشاشة فلات على عكس نسخة البلاس تأتي بحواف منحنية من الجانبين سواء الوجهة الخلفية أو الأمامي الاختلاف الثاني في الخامات فهنا تأتي من البلاستيك وهذا الاختلاف كبير صراحة لأن الزجاج أفخم بكل تأكيد وزنها 187 جرام أبعدها تعتبر ممتاز يدعم مقاومة خفيفة للماء والغبار بشهادة IP53 المميز أنه يدعم منفة 3.5 مل السماعات يدعم صوت ستيريو يدعم بصمة أسفل الشاشة تقدم لك أداء ممتاز يتوفر الهاتف بعدة ألوان عندك اللون الأسود والأزرق والأبيض والبنفس بالنسبة للشاشة تأتيم النوع OLED مقاس 6.67 إنش بجودة FHD Plus بمعدل كتبة بيكسلات 395 بيكسل في الإنش تدعم معدل تحديد 120 هرتس تدعم HDR 10 Plus تدعم الدول BVision وتدعم مليار لون تقدم لك صوته ممتاز تحت أشعة الشمس يصل لـ 900 نيتس شاشة بجودة عالية ورح تستمتع بالمشاهدة والفرجة من ناحية الألوان المشبعة والتفاصيل الرأي بشكل عام رح تديك متعة مشاهدة واستخدام رأيعة جدا باختصار شديد الهاتف يأتي بمعالج جديد من MediaTek Diamond City 1080 بدقة تصنيع 6 نانو متر ومعالج رسومي Mali G68 هذا المعالج رح يكون مميز جدا فهو يعمل على تحسين الأداء والكاميرات والبطاري لذلك أنا شخصيا أتوقع أنه رح يكون أفضل معالجات الفهم متوسطة بامتياز رح يقدم لك تجربة آداء مميزة من ناحية السلاسة والاستجابة العالية في المهم اليومي كما أنه رح يقدم لك تجربة ألعاب ممتعة وبكفاءة عالية جدا الهاتف يتوفر بعدة خيارات عندك 6 جيجرام مع 128 وعندك 8 جيجرام مع 128 أو 256 جيجرام لك تخزين من نوع UFS 2.2 يعمل بنظام أندرويد 12 ووجهة الميو آي 13 يملك الهاتف أفضل كاميرا في فئة السريح حالي عندك عدسة رئيسية 50 ميجابيكسل بفتحة 1.9 تأتي بسنسر من سوني اميكس 766 تدعم التدبيت البصري والإلكتروني الثانية بدقة 8 ميجابيكسل للتصوير الواسع والثالثة 2 ميجابيكسل للماضي هذه الكاميرات تدعم تصوير الفيديو 4K بمعدل 30 فرمفين ثانية والفول اتش دي بمعدل 30 و60 إطار في الثاني والعدسة الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل تدعم تصوير الفيديو فول اتش دي بمعدل 30 و60 إطار في الثاني مستشعر سوني في العدسة الرئيسية رأيناه في العديد من الهواتف المتوسط العليا قدم أداء ممتاز من ناحية الألوان والدقة والتفاصيل الجيدة في أغلب الظروف فما بالك كاميرا بهذه الجودة في هذا السعر سفقة خرافية جدا وأنا شخصيا أتوقع أن هذه الكاميرات ستقدم لك أداء أفضل بسبب معالج ميدياتك الجديد فهو يعمل على تحسين أداء الكاميرات بشكل كبير باختصار أفضل عدسة تصوير في فيديو السعرية بدر مناسة البطارية تأتي بسعر 5000 ميلي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 67 وان بطارية ممتازة تكمل معك يوم كامل بكل أريحي هاتف بمواصفات عالية جدا تجعله أفضل خيار لشراء لأنه يملك كل ما تبحث عنه شاشة ممتازة معالج قوي كاميرات مميزة صوت ستيريو وعندك أيضا بطارية كبيرة وشحنة ممتاز أخيرا تصميم شيك جدا وزيد على ذلك سعر رهيب رهيب جدا فنسخة ستة جيجة مع 128 سعرها 235 دولار فقط أي سعرها حوالي 4500 وهذه ليست صفقة خرافية بل هي الصفقة خيالية هذه الأسعار في الصين أما الأسعار العالمية أتوقع أنها راح تكون في زيادة 50 دولار تقريبا أي هذه النسخة راح تكون بسعر 280 دولار يعني راح تكون بسعر 5 ملايين و 200 ألف تقريبا وهو سعر خرافي جدا مقارنة بالمواصفات العالية لذلك ننصحك تستنى هذه السلسلة باختصار شديد أما الإصدار العالمي لهذه الهواتف أتوقع راح يكون شهر ديسمبر كان هذا كل ما لدينا حول هاتف الريدمي نوت 12 برو في الأخير تنساش تدعمني بلايك للفيديو وإذا كنت شاهد قناتي لأول مرة اشترك الآن اشترك الآن جرس التنبيه باش تصلك كل الشعرات دوم دوم في رعاية الله وحب